موسيقى نهاركم سعيد مشاهدين اليوم الثلاثة ثلاثة ايار الالفين وستعاش بدأ موسم الانتخابات البلدية في الأسبوع الأول على الدورة الأولى يستعد البقاع والعاصمة بيروت للمعركة على مختلف المستويات والالب سي اي كعادتها تواكب الاستحقاق طيلة الشهر الحالي في حلقات يومية خاصة منهاركم سعيد تخصص في خلالها للمناطق التي تختارها على مدى أيام الأسبوع أي 40 دقيقة لكل لائحة تعرض برنامجها وظروف تحالفاتها كل هذا معطوف على الأبعاد السياسية لكل لائحة وأي أحزاب تتنافس أو تتحالف اليوم في نهاركم سعيد حلقة خاصة لزحلي في زحلي يقال إنها أم المعارك في البقاع أو معركة كسر عظم في زحلي حيث تعذر التوافق بين كافة شرائحها السياسية وأحزابها من جهة لائحة زحلي الأمانة أي لائحة الكتلة الشعبية المدعومة من السيدة ميريام سكاف والتي يترأسها الأستاذ يوسف سكاف ولائحة إنماء زحلي التي يترأسها الأستاذ أسعد زغيب والمدعومة من تحالف التيار الوطني الحر القوات اللبنانية والكتائب ولائحة زحلي تستحق التي يترأسها الأستاذ موسى فتوش والمدعومة من شقيقيه النائب بن أولى فتوش والأستاذ بير فتوش بنهاركم سعيد نستضيف اليوم لائحتين لائحة زحل الأمانة المدعومة من الكتلة الشعبية ولائحة زحل تستحق المدعومة من النائب فاتوش أما لائحة الأحزاب أي لائحة إنماء زحل فقد اتصلنا برئيسها الأستاذ أسعد زغيب ولكنه اعتذر عن المشاركة وعن مشاركة أي من أعضائها معنا لأنه سيعلن اللائحة رسميا اليوم عند الساعة السادسة مساء إذن انتخابات زحل البلدية تحت عنوين عدة الهوية السياسة التحالفات المسيحية خصوصا الإنماء النزوح الاقتصاد والأمن والرؤية لزحل أي دور لزحل وزحل لمن في النهاية بدي رحب بداية برئيس لائحة زحلة الأمنة التي نفتتح معها الحلقة أي اللائحة المدعومة من الكتلة الشعبية طبعا بترحب برئيس اللائحة الأستاذ سكاف وأحد أعضاء اللائحة المرشحين على المجلس البلدي المقبل الأستاذ جوزان معلوف أهلا وسهلا فيكن شكرا على حضوركم صباحا من زحلة لهون بس عندكم 40 ديئة اليوم على الهوى البي سي آي نحكي عن ليحتكم عن تحالفكم وعن برنامشكم لزحلة في المستقبل قبل ما نبلش خلينا نشوف سريعا حال الطرقات اليوم الثلاثة من بعد يعني عطلة استمرت طيلة الويك أدوم باريح طريق جوني باتجاه بيروت عجق تصير مثل العادة طريق الشمال فاتحة لقدم شوي عنا الحركة ناشطة بالاتجاهين عنا الدورة بالاتجاهين على الجسر طريق سيلك ولكن يبدو العجقة تحت الجسر نروح صب الكارانتينة ما في عجقة بالاتجاهين شعر الحلو كمان حركة تصير خفيفة وعن تمثيل المغترب الحركة سيلكة بكل الاتجاهات ساحة ساسين حركة ناشطة شارع الحمرة كمان الحركة عادية نوعا ما كورنيش المزرعة في عجقة سير بس أقلز سير منه متوقف طريق المطار كيف تجرى ما في عجقة سير الخروج من التونال وفوق التونال بتيجيها قلب العاصمة وساحة صيدة الحركة ناشطة سيز يوسف زحلة الأمانة شو يعني أصدق أصدقن بهالشعار زحلة الأمانة زحلة الأمانة هي الكلمة بتدل على حالها إلي باك قبل ما يتوفى أنه أنتوا بتكون تكملوا بالمحافظة على زحلة وهذه زحلة الأمانة بأعناقه فزحلة الأمانة جاية من الكلمة اللي قالها إلي باك تنقدر نحافظ عليها وزحلة الأمانة هي جاية من أهل زحلة هاللي سلمونا هالأمانة من 18 سن بأول انتخابات بلدية صارت سنة 98 سلمونا زحلة وحطوها أمانة برقبتنا ونحن حفظنا على هالأمانة وراح نكمل بالمحافظة على هالأمانة من الله راد ونقدر نأمل لهم كل حاجاتهم وكل متطلبوتهم متل ما قلنا بالعادي يعني بكل انتخابات بلدية وكل بلدية عم تجي صاروا ثلاث بلديات الكتلة الشعبية هي اللي عم بتساعدتها حتى توصل وعم نوصل ونأمن مصالح الناس وإن شاء الله هلأ هالمرة كمان بنقدر نوصل وبنحافظ على هالأمانة اللي حطوها عنا ونقدر نعطي أكتر ما عطينا بهالست سنينة لمرأة ونعطي نلبي متطلبات الناس وحاجاتهم وإن كانت على الصعيد البيئي أو الصعيد السياحي أو على الصعيد البلد التحتية وكل شيء بتنعاز كبلدية بتقدر تقدم فلاقحة الزحلة الأمانة هي لائحة متجانسة موجودة بكامل عناصرة منا مختلفين ما عنا أي خلافات جوية اللائحة أو قد تطرق على هذه اللائحة إن شاء الله بنكون على قد الأمانة اللي عطونا إياها ونقدر نوصل محل ما لازم نوصل تضمن هذه اللائحة عائلات زحلة؟ عائلات زحلة طبعاً بتضمن مش كل عائلات زحلة بتعرفي ما فيه الوحدي مسل كل عائلات زحلة عائلات الحليفة مع الكتلة الشعبية العائلات وليس الأحزاب الأخرى زحلة لا تقتصر على الكتلة الشعبية صحيح نحن حاولنا أنه تكون بالليحة يكون فيه عائلات وأحزاب من عدة فرقاء يعني تحتى نعمل الليحة توافؤية ومشينا بعملية الوفاء نحن والأحزاب بعدة جلسات عملناها حتى نقدر نوصل لوفاء المحاور الأساسي كان ممثل القوات اللبنانية بزحلة هاللي هو كان بيمثل طيار الوطني الحر بذات الوقت بالتوار هاللي عم بيسير وجربنا نفوت نحن وياهن بهالوفاء هذا إنما لسوق الحظ كنا كلما عم نوصل لمرحلة نلاقي حيطان تنساد بوجنا حتى بالآخر أكيد ننالوا إن إحنا بناخد ككتلة شعبية بناخد عشر أعضاء أحزاب بتاخد عشر أعضاء بنقع رئيس وفائي هيدا كان الطرح اللي طرحته مادام سكيف على رئيسة الكتلة الشعبية آخر طرح طرحته فكان الجواب إنه نعطيكم خمس أعضاء خمس أعضاء يعني مع احترامنا للي عرضوا هالعرض ما بتمثل حجمنا السياسي بالبلد ولكن سيد جوزان هو بدأ انتقل لحضر بس لا أسأل حليك أنا اسمي جوزان جوزان متل غسان جوزان أوكي سيد جوزان يعني هل تحتمل زحلة والظروف بلبنان وتحديدا بالإبقاع إنه تكون المعركة دايما يقال عزرا يعني عن التسمية بيئة الساحات المسيحية ونروح لثلاث لوائح يعني صراحة ندا تعرفي نحن سعينا للوفاء بس بالنهية متل ما بيقول خينا يوسيف الكتلة الشعبية تمثيلها لشعب معروف بزحلة مش عم بيحكي عواطف هون يعني هذا ما بدي أرجع عليك لأيام جوزيف بيكس كيف بس إذا منحكي بس ما حدا بدي يلغي حدا من الأساس يعني يعني صراحة وقت كل العالم بتعرف إنه بيآخر ثلاث انتخابات بلدية الكتلة الشعبية بأصعب الظروف إذا منرجع لانتخابات 98 وقت كان الوصاية السورية وممثل الوصاية السورية بلبنان عم بيحارب ليس بيكس كيف وقت بعهد رئيس جمهورية كان منزحلي وكل العالم عم بتحاربه والبلدية نربحت وقتها عادت بالألفين واربعة وقتها عادت بالألفين وعشرة كان عنا تسات عشر عدو من واحدة وعشرين ودايما كنا ضد الكل صراحة فشو السبب كيف بدنا نبرر للعالم ونحن مدينا ايدنا للوفاء نحن مع الوفاء المسيحي وهالمصالحة المسيحية شغلة كبيرة بالنسبة لألنا يعني زحلي دفع الدم كتير شهد من وراء الخلافات المسيحية ما فينا نكون إلا دعمين لهالوفاء المسيحية على صعيد لبنان مشنهيك قبلت ميريا مسكيف رئيسة الكتلة الشعبية انه تقول انا بدي ضحك رمالها الوفاء ومننزل من تسعين بالمية من الأعضاء لعشرة بس على قليلة يعني للنص تقريب مية بالمية للنص وصراحة السبب بانه بس قصة تمثيل يعني انه بالنهاية في عالم كتير وراها لها الكتلة الشعبية بالنهاية يعني زميريا مسكيف قبلت انه نعمل تنازلات لدرجة انه نقبل بخمس أعضاء بالنهاية صعبة نبررها للقعدة الشعبية وفي سبب رئيسة في سبب رئيسة انه ليش كانت عم بتشدد على انه يكون في عشر أعضاء للكتلة الشعبية انت بتعرفي انه هالتحالف في الأحزاب صراحة تحالفوا بزحلة هالتلات أحزاب بينما بغير مناطق منهم متحالفين يعني منعرف انه بيجون يد تيار الوطن الحر داعم لاحة معين القوات اللبنانية داعمين غير لاحة ما بدي عدد المناطق من حدث لغير مناطق يعني هالمسلمات الوطنية تفقوا فيها بزحلة وبيغير مناطق لبنانية نحكي ببيروت متحالفين كلهم مع بعضهم إلا بزحلة بنا نعتبرها معركة مسلمات وطنية فهذا السبب بس كمين يأخذ عليكم انه بتطلع شعار خلال المعركة قبل أعلان الليحة انه زحلة مبادة الأحزاب بس بذات الوقت الكتلة الشعبية بتفتح ترجع قنوات مع تيار المستقبل وتيار المستقبل هو يلي أغرق أصوات زحلة بلأ الانتخابات النيابية واللي وضع الكتلة الشعبية خارج الندوة البرلمانية ليش ليه التصويب على الأحزاب المساحية بينما فتح الأبواب على مصرعها لتيار المستقبل يعني يعني نادا أنا ما بدينا نصور المعركة ضد الأحزاب بزحلة بالنهية الحزبيين يعني الناس اللي في رأي العام اللي خارج زحلة وصلوا هيك الحزبيين بزحلة هن بياتنا هن اخواتنا هن ولاد عامنا يعني كلهم كلهم ولاد ولاد زحلة وكلهم بيقربونا صراحة بس الصراع الكبير أنه نحن ما بدنا أنه يكون الأرار بلدية زحلة مرهون لزعمة برات زحلة لأنه شفنا شو بيصير وقتا يكون فيه ممثلين للمدينة ممراجعهم السياسية برات مدينة زحلة شفنا النواب الحاليين لمدينة زحلة يعني مع كل احترامنا لشخصهم وكلهم أصدقائنا أنه ما قدموا كتير لهالمدينة لأنه طبعا أولوياتهم ما كانت مدينة زحلة ومرجعياتهم السياسية منا بمدينة زحلة وطبعا أولوياتها المرجعيات منا منا مدينة زحلة بموضوع السؤال هم تسألين على موضوع التيار المستقبل ومش بس تيار المستقبل عم بيزكروا حزب الله يعني بيزحلة بتصور أنه هالأحزاب هالأحزاب عندها تحلوفات استراتيجية مع الأحزاب المسيحية اللي باللاحة تقصد قوة اللبنانية والكتابة اللبنانية بشكل محاضر طبعا وما بتصور أنه هالأحزاب جيني يضحوا بهالتحلوفات الاستراتيجية كلمة المعركة ببلدية زحلة ومعليش تحبل ليك شمل يعني برأيك أنه التيار الوطني الحر وتحالفهم مع حزب الله بدهم حزب الله ما يدعموا التيار الوطني الحر ويأسروا على هالتحالف استراتيجية مع التيار الوطني الحر كلمة البلدية بيزحلة التيار المستقبل والقوات اللبنانية اتفاقوا استراتيجية وأولة مبارحة شفنا الدكتور سامير جعجع زار الرئيس سعد الحريرة وطبعا حكوا بالأسس الخطوط العريضة بسياسة البلد وحكوا بالبلديات كمان يعني كان واضح أنه صار في حكب البلدية برأيك يعني رح يضحوا بهالتحالفات استراتيجية كرمال بلدية زحلة وفيش كتير ما أريد أن أقول أن الكتلة الشعبية يعني معروفة بزحلة من فتحة على الكل الكتلة الشعبية عندها مظبوط أنه الكوى الكبرى بزحلة ولكن كتلة الشعبية كمان عندها تمثيل كتير قوي بالأوساط الشعية وبالأوساط السنية يعني إرز جوزيف بيكس كيف وإرز الله يرحمه بيكس كيف معروف أداش كانوا قوية وأداش بعضهم قوية وأداش عنا مؤيدين بها الأوساط الشعية والسنية ولكن إذا بنفوت من موضوع تيار المسقبل على الموضوع الشيعي شو اللقط اللي صار بالتحالفات وبالأسماء وبتراجع عنه مع حزب الله تحديدا استاذ يوسف عم تحكي عنا نحن باللاحة ولا بلاحة الماء زحلة بين لاحة الماء زحلة وبين أنه أنتوا كمان بالمفاوضات اللي كنتوا فيها بالمفاوضات مع الأحزاب المسيحية قصدي المسيحية وكل القاعدة التمثيلية السياسية عفوا بزحلة نحن نحن مصر في أي خلافات عنا بالطرح تبع لأسامي الأشخاص اللي صارت إنما وراك مثل ما كان عم يحكي جسان نحن اتصالاتنا موجودة مش من اليوم تاريخيا موجودة نحن كان مع الشيعة أو مع السنة أو مع أي مكون مسيحي عنا نحن نحن هذي منفتحين على كل الناس فيها هالإشيا اللي صارت بالليحة عنا نحن ما صار عنا أي إشكالات يعني الإشكالات مثل ما حضرتك بتكونوا تابعتوا وشفتوا إنه الإشكالات كانت عم بتصير بالليحة تبع الأحزاب هاللي هنه دعمين أسعد زغاب يعني وصلوا لوقت كانوا رح يختلفوا وأسعد زغاب قال رح بطل خلينا نحكي عن ليحتكن الأربعين ديئة هنه مخصصين لليحتكن خلينا ننتهي من الشق السياسي حكينا عن موضوع تيار المستقبل إنه ليش بده يكون فيه باب مفتوح لتيار المستقبل ويقفل على المساحيين الآخرين مثل العادة مثل ما بنقال بلغة الشارع إنه المساحيين شاطرين على بعضهم ولكن ماذا عن المكونات الأخرى اللبنانية الوطنية بزحلة بس بردون يعني بالنسبة لموضوع تيار المستقبل إنه مفتوحين على تيار المستقبل ومنغلقين على الغير هذا الشي منه مزبوط منه منفتحين على تيار ومنغلقين على الغير نحنا منفتحين كنا على الكل نعم على الكل بدون أي تحالفات مع تيار المستقبل يعني نحنا صار فيه اتصالات بتيار المستقبل صار فيه اتصالات بكل الأحزاب وركد لأكتر شي طلعنا وعملنا اتصالات كانت مع الأحزاب المسيحية حتى نقدر نوصل لحال فلسوء الحظ ما قدرنا نوصل لحال هذه أخيرة المطاف رحنا على معركة معركة سياسية الغايات تبعها هي أنه ياخدوا أرار زحلة مثل ما بالنيابة أخدوا بواسطة السنة أخدوا ما أخدوا بواسطة غير محال أخدوا وجيبوا السبع نواب يحكي عنه نجسان نحن وصلنا نحن وياهم لال المرحلة هالي لقنا ما في حال ما بدون يعطونا حال يعني مش منويين على حال ففتنا بمعركنا والاتصالات اللي عملناها كانت بكل الأحزاب كانت مسيحية أو مسلمية ما هي حطينا حدا عجنب واتصلنا بغير ناس أبدا زيت الاتصالات صارت مع الكل يعني ما ميزنا نحن تيار المستقبل عن حزب الله أو عن تيار الوطني أو عن القوة أو القوة ما ميزنا أبدا نحن طب نحن أمان معركة مش زم أنه حدا يتحالف مع حدا بس أنه غريب كيف تطلع أغلبية الانتخابات دايما المعارك بالصحات المسيحية لسوق الحظ لأنه عطول عندهم طمع بغيرهم يعني مين اللي عنده طمع بغيرهم يعني مثلا اليوم الحالي اللي صارت بزحلة في طمع من قبل الأحزاب أنه يخدوا هالقرار بس ما كانوا فيتين معكم بالتفاوض وتتقصم حسب التمثيل بين الكتلة والشعبية والكتائب والقوات والتيار يعني ما حدا بده يلك حدا وهي ده الشعار تفاهم وحتى احترام العائلات وخصوصيات العائلات بمطرح توصل على بعض الضيع الكلمة للعائلات مش لحدة من الأحزاب وحتى بزحلة زحلة مدينة كبيرة إنما زحلة فعلا ضاعة كبيرة هي يعني آخرت المطاف الكلمة للعائلات نحنا تشكيل اللي حتابعنا مثلا صاريت من قبل العائلات يعني كنا ندعي أهالي الحية اعتبرين نقول لهم مين بتريدوا أنتوا يمسلتوا هي العائلات تسمي هي اللي بتسمي مش ما نحنا بنفرض عليهم طيب اليوم نحنا أمام هيدا الأمر الواقع ثلاث لويح أنتوا طيار وطن وحركة تائب وقوات بميلي والوزير فاتوش بميلي قداش هيدا بيعطي حزوظ لليحتكن إنها هي يمكن توصل ما تنخرق قدي نسبة الخرق يعني معركة سياسية وكمانا الأصوات تفرقت يعني صراحة يعني ما بدنا أننا نفود بأديش الأحجام بس نحنا القصة مبدئية يعني إنه مشكلة الأحزاب مدين إيد نقل عليهم مدين إيد نقلهم ولكن ما اتفقنا لأنه حابين تكون بلدية زحلة إنمائية محط وعلى قليل يكون في عشر أعضاء إيد واحدة متفقين مع رئيس بلدية كأكترية أصدق لأنه ما بدنا يتعطل مثل غير مرافق حيوية بالبلد يعني أنت بتعرفي دي في مرافق حيوية بالبلد تعطلت من وراء المشاكل السياسية يعني أكتر من مستشفى مثلا إذا بدنا نحكي بمستشفى بيروت الحكومة إنه مستشفى يعني محل خدمات وصحة لأعلى الدرجات يتعطل من وراء مشاكل بين زعمة بتنعكس على على مجلس الإدارة بالمستشفى ما بدنا نكرر هال هالأكسبرينس ببلدية زحلة فمشان هيك ميريا مسكيف رئيسة الكتلة الشعبية كان يبدأ يكون في عشرة إيد واحدة لأنه هالأحزاب نحكي لنا منعرف أنه ممكن يختلفوا بأي وقت وخلافات هالأحزاب ما قلت نعكس بمجلس بلدي يعني صراحة بعد ما صارت الانتخابات وخلافاتهم طالع على العلن يعني موثلين هالأحزاب بزحلة خلافاتهم طالع على العلن اليوم رح يععلنوا ليحة بتضم القوات والكتائب والتيار يعني هيك عم يمكن عم تتجنع لي وتقول أنه في خلافات ليحة مكتملة ومسكرة بعض الظهر رح يعلنوا مية بالمية بس كلنا منعرف الصعوبات اللي صارت والتدخلات اللي صارت من خارج مدينة زحلة لحتى توصل هالليحة لهون ويعني ما بدي عنا كل الاحترام لملحم الرياشة ولابراهيم كنعان اللي عبوا دور وطني كبير بهالمصالحة المسيحية المسيحية ولكن طالعين على زحلة بكرة وبعد بكرة كل عالم تعرف قديم بزحلة يعني ما نحب يظل اهتمامهم بهالمشريع الكبير على صعيد الوطن وما يفوتوا بزواريب بلدية زحلة لحتى يستروا على الخلافات بين الزعم الزحليين اللي بيمسلوا هالأحزاب رأيزاس وصلت النتيجة قبل ما ناخد أول بريك ونكمل بتاني جزء مع حضرتكن وإذا وصلت وصار في تنوع بالمجلس البلدي تمدوا إيدكن للآخرين شراكائكم بزحلة أهل المنطقة أهل المدينة التنوع المجتمع اللبناني بيتغنى بالتنوع والتعددية عند المسيحيين أستاذ يوسف نحن الحقيقة بالبلديات اللي تلاتي لحكيتك عنهم هاللي ساعدت الكتلة الشعبية لو وصولون كل مرة كان يكون في خرق يعني مثل ما أنت عم تحكي في خرق أول بلدية خرقنا بخمس أعضاء الخمس أعضاء هاللي فاتوا معنا كنا نحن وياهن نشتغل إيد وحدي ما حد أعطل حدا أبدا أبدا ما حد أعطل حدا هواجز التعطيل لأنه لأنه نحن كنا 16 لأنه كنا 16 عم نقدر ناخد أرارات لأنه ما في أكتارية عتبري 7 7 7 مين بده ياخد الأرار أنت بدك 11 صوت تتقدري تاخدي أرار فإذا نتعطل العمل للبلدي نحن اليوم عايشين ببلد الوزارة تابعه معطلة الدولة معطلة مش عم تقدر أرطعتي خدمات للعالم لأنه في مناكفات سياسية بين الأحزاب هذا اللي عم يعطي للبلد تصوري أنت فوتت هالأحزاب أجيت وصار في مناكفة إن شاء الله ما بيصير إن شاء الله بيضلون على وفاق بسمحية اليوم صار في تفاهم بين الأحزاب كان لازم الكل يتلقفوها لأنه في حاجة أنه يكونوا متفقين وموحدين المسيحيين بكل لبنان وقت اللي مصير المهدد بالشر وبلبنان نحن أول ناس اتلقفناها ومدام ميريا موقت اللي طلعت عملت الزيارات لرؤسة الأحزاب المسيحية قالت له أنه نحن بنشد عقيد ومنتمنى أنه هالحال في المسيح اللي صاير وهالصلح المسيح اللي صار يمتد ويشمل كل المسيحيين مهما كبر حجمهم ومهما صغير حجمهم لأنه ساعتها نحن بنقل هالوفاء اللي عم نعمل مع بعضنا كمسيحية لغير طوايف بالآخر لبنان بيتوحد ونرجع مثل ما كنا هذا كان كلامة واضح نعم عكل حال نحن أخد أول بريك ونرجع نكمل بالوقت اللي باقي لقلنا بالنص الآخر من المحور المخصص للاقحة زحلة الأماني طبعا المدعومة من الكتلة الشعبية بريك ومنتابع حلقتنا الخاصة بالانتخابات البلدية ومتل ما سبق وذكرنا كلها الشهر رح تكون حلقاتنا مخصصة للانتخابات البلدية طبعا مع كل منطقة بمنطقتها ومنتابع مع لائحة زحلة الأماني المدعومة من الكتلة الشعبية في سؤال لكم استاذ سكاف وستاذ معلوف عم بيسأل أحد المشاهدين لا يجب أن يبقى التنافس ديمقراطيا دون استعمال على لسان رئيسة الكتلة الشعبية هل المنافسة ديمقراطية تعني الإلغاء ليه بالنسبة لميريا مسكاف أن الأحزاب تلغي تلغينا صراحة نادا حتيتيك ستاتيستيك يعني إلا من سنة 98 ومشان ما بدأ أرجع من مرسي 90% من المجلس البلدي بزحلة ليش بدنا نقبل أنه ننزل للـ 22% وما يكون عنا كلمة حتى بتعرف يعرض علينا خمس مقاعد وقرار باختيار رئيس البلدية بتعرفي رئيس البلدية بالنهاية مش هو فيه القوات اللبنانية ونفرض على كل الأحزاب حتى اللي ماشيين معهم وما كانوا كتير موافقين على اسمه فلاش بدنا نرضى بس لأنه توفى الراحل ليبيكسكاف من كم شهر هذا سبب كافي لنقول أنه حجم الكتلة الشعبية ما حدا ما حدا تعاطى مع زحلة أو مع الكتلة الشعبية من هيدا الباب وما عم برج على أيام جوزيف بكسكاف شو تغير الآخر ثلاث بلدية بدك تقول للعالم بالانتخابات النيابية اللي تغرقها بنقل الدفوس وبالناس اللي لا يشبهون هوية زحلة يعني لهايدا الأمور يمكن الحساب بيكون بصندوق الاقتراع بالنيابة مش على مستوى التوافق المحلي بين الأحزاب والفئات الزحلية لا لا بتكتحملها بس للبلدية عم تحكي مية بالمية أنا مش عم برج على الانتخابات النيابية وبكل صراحة مثلا أنه كله معطوف على بعضه عوق بالراحة الوزير سكاف بإغراق الأصوات وبمنع تمثيله معروفة حيثيته هو ما في شك أنه تحارب بلياس بيكسكاف بالانتخابات النيابية والسابقة وهذا أثر على أداء البلدية لأنه بتعرف بلدية زحلة بالنهاية بدأ دعم سياسي كمان هالدعم السياسي انفقد انفقد وقت المواصلين مدينة زحلة كانوا ولقاتهم السياسية لبرات مدينة زحلة وبتعرف النواب زحلة ما اشتغلوا انماء لمدينة زحلة يعني بدأ أعطيكي مثل صغير على هالشي من كم شهر كانت ستري دجاج على التليفزيون عم بتحكي عن انجزات بلدية بشرة وكل المشاريع الانمائية اللي عملوها لبلدية بشرة ومن هالنية على هالشي وعم بتحكي عن مشروع حيوي لمدينة بشرة عم بتقول انه كلفت عضو كتلة القوات اللبنانية نايب شاند جانجينيان انه بهالمشروع وعم بيلاحق مع الوزارات المختصة معالي بعتقد انه نواب زحلة زحلة أحق بنشاطاتهم بمدينة زحلة ويجيني كتير أسئلة إلى علاقة بموضوع الأحزاب يعني في مآخز انه بفيكن تعتبروا الأحزاب مرتهنة وانه الكتائب هو الوحيد انه قراروا بزحلة مفهمت شو قصده السائل انه بشو قصده انه قراروا بزحلة الوحيد حزب الكتائب بس انه في استقلالية وفي انه في أحزاب إلى كمان هي دفعت دم وتاريخ الممكن المأخز انه عليكن وعليون انه ليش ما وفتوا صف واحد لانه اطنينات كنوا عقبتوا بال2009 وقتا كان فيه تحالف بين الكتلة الشعبية كتلة الشعبية اللي بال2005 شفنا نتذكر مين كانت بالضم عكل حال بالوقت اللي بقى لقلنا خلينا نروح على موضوع اللائحة وبرنامجه شو برنامج اللائحة او المجلس البلدي المقبل اذا انت وصلته بخرق او منذ خرق او غيركن وصلوا انتو خرقتوا حسب كيف تنتهي الانتخابات للحفاظ على صحلة امنيا اجتماعيا اقتصاديا في ظل ما نشهده في لبنان الظروف الاستثنائية اللي عم بعيشها لبنان استاذ اسكاف ومخاوف على زحلة كمان طبع نحن ما في شك برنامجنا شامل يعني برنامج شامل على الصعيد الامن على قدمة فيها البلديات تتأمن امن يعني لانو حضرتك اقترحت الموضوع وهذه نحن مثلا بالبرنامج اشتبعنا في عنا نشر كاميرايات بكل مناطقنا تحتى نقدر نحافظ على الامن اذا صار اي جرم اي شيء اي هذا تقدر الدولة تفوت عليه لانو الامن ما هو من اختصاص البلديات الامن من اختصاص بس بظروفنا الاستثنائية ومع هالقد الكبير العدد الكبير من النازحين صحيح وموقع زحلة يعني كمان فبالتالي عاملين مشروع كتير ضخم نحنا مشروع كاميرايات مثل ما لازم ينعمل بالتكنيك اللازم تنعمل بالاشياء الحديث اللازم تنعمل هذا المشروع هلأ رح نبلش فيه يعني اول ما منوصل دي جاء ملفه حاضر محاضرين الملف تابعه اول ما منوصل نحنا بيبلش الشغل عليه الملفات طبعا بالبلدية كل انواع الملفات الادارة بتاخد وقتها حتى تصدق ملفات يعني اقل ملف بيخدلو ثلاث اربعة وشهور تيعمل برنته الادارية ان كان ضمن البلدية او خارج البلدية وبنبلش فيه هادي بالنسبة للاشياء الامنية واكيد رح يكون التعاون ورح نحكي مع قايد المنطقة بازن الله وبنحط هالجهاز الكاميرايات اللح نعملو عندهم هن حتى هن يكونوا مسؤولين عن عملية الامن مش نحنا لانه نحنا الشرطة تبعنا عدادة كتير قليل وما فينا نحمل مسؤولية الامن ما الله راد هيدا كله بيتزبط وبيمشي لها المشاريع الاخرى هاللي هي مشاريع حياتية هاللي كل الناس بديها ونحنا ما عم نعمل مشاريع كتير ضخمة نحكي اشياء ما فينا ننفذها مشاريعنا واضحة كتير منيح نحنا اليوم بزحلي الوحيدين بلبنان عنا مطمر اسمه مطمر صحي مش مطمر حيالله من كبز بالي فيه مش عشوائي مش عشوائي مطمر صحي ومتابعينه بشكل كتير منيح حتى يظل مرتب هلأ هالمتابعة ورح نطوره نحنا اليوم نحنا اليوم قدرنا باتصالاتنا مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة نجيب هبات عينية يعني قطع وغياء قطع للفارز وقطع حتى نعمل وقاليات وكل هالإشي هاي من هالأردين حتى نقدر ناخد نحنا نحسن هالمطمر هاي ده تيصير على الليفل على المستوى تبقى العالمي بالهي إدارة المطمر نحنا بتصير من قبل شركة يعني في شركة بتلم النفايات بتاخدها لهوني بيبلش الفارز فيها وبتنفرز وبتتوضب وبتنشغل نحنا اليوم رح يصير عنا أكتر من هيدا رح يصير عنا معمل تسبيخ معمل التسبيخ يعني ما بتعود تطمري كميات كتير كبيرة بالأرض وتاخد مساحات نعم فصار بيطلع هالمعمل التسبيخ وهيدا من الهيبات اللي جيدتنا من الاتحاد الأوروبي رح نعمل هالمعمل وبيصير يطلع سماد عضوة سماد عضوة هاللي هو صحي يعني منو كيميوة ولا بيأثر على المياه الجوفية بأول مرحلة رح نوزعها على المزارعين هيدا من البرامج كون البارزة يلي بتحتاجها زحلي وهدي نحنا وصلنا لها يعني هلأ رح ننفزها ماشي التنفيذ تبعها ماشي ولكن الأمن جوسان ما بيوقف على كاميرات بوضع لبنان يعاني من أزمة كبيرة هالقد فيه النزوح سوريا وكل انتخابة بلدية كلها حب تحكي صارت من مقارباتها إنه كيف بدت تعالج أو تتعطم هيدا الموضوع صراحة في شي حلو بمنطقة زحلة وشهدناها بكل الحوادث أهل زحلة ومش عم بيحكي كمدينة مسيحية بس زحلة وجوارها يعني كلهم ايد وحدة وما شفنا مشاكل أمنية مع كل الحكة اللي صار سنة الماضي ونحكوا إنه الداعش وكل هالقصاص ومعقول يصير فيها ايكاسات وإنه خوف هيدا المنطقة بالإبقاء مية بالمية بكل الحوادث اللبنانية ما شفنا خلافات زحلية زحلية بين التواقف والمزاهب المختلفة بقلب زحلة أهل زحلة معروفين موضوع الأمن اللي إله علاقة بوجود خلايا بوجود إشكالات أمنية بوجود مضاربة بموضوع الشغل ما تنسى كمان بالإبقاء أنت بدك تثبت العالم بأرضهم تلاقي لهم فرص عمل بوقت اللي في بلدية ما عم بتنظم لا النزوح ولا العمالة حتى وعم تجي على حساب اللبناني في شيء أكيد أنه من برامج من الأولوية اللي رح تنعطى لها البلدية الجديدة أنه يتنظم العمالة السورية السورية بلبنان نحن عايزين عمالة سورية مش أنه مش عايزين تاريخية هذي عمالة تاريخية بس العمالة اللي عم بتضارب على المهن بزحلة الكهربجة اللي عم بيفتح بزحلة ولا النجار اللي عم بيفتح بزحلة معلها البلدية رح فيها تكون واقفة بوجهم لحتى مشيين نحن نخلي هالوافدين من سوريا يضاربوا على أعمال الحرفية بزحلة فعلى أكيد هذي من أولويات اللي رح تعطيها البلدية الجديدة إذا الله وفقنا وربحنا كثيرا حكا طبعا عن الناس البعيدية اللي مش عيشة بزحلة إنه هواجز مخاوف على منطقة البقاع مما قد يحصل في المستقبل خاصة إنه حدودنا ما كتير مضبوطة أولا وثانيا إنه اللي عم بيصير بالداخل وبالجوار ينعكس مباشرة على اللبنانيين والمناطق الحدودية قداش فيه هواجز عند أهل زحلة نحن البعاد نسمع بس اللي عايش بقلب زحلة بقلك صراحة نعم أهل زحلة أبطال وعطوا دم كتير وكلهم شهدوا ما أنهم خايفين من شي هواجز بتنحكى وبتنكتب بالصحف نحن مطمني الواقع الواقع أهل زحلة إيد وحدة من جميع التوايف ما أننا خايفين خروقات تعرفين يعني الريسك الكبير هو وقته بيصير في خروقات يعني أنه عالم بيتعاطفوا مع بيئة معينة وبيصير نحن مش خايفين من هالشي تاريخيا برهنة زحلة أنه ولئة لزحلة ولئة لمدينة زحلة وأنه ما في خوف على الأمن بمدينة زحلة أي هوية لزحلة على مستوى الإنمائي الاجتماعي أي خريط الطريق للمستقبل للسنوات الست المقبلة خريطة الطريق تبعنا خريطة الطريق كل بلدية مهتمة لشؤون بلدها ولأهل وللنسا يعني خريطة الطريق تبعنا هي أنه نقدر نأمن للمواطن الزحلة بيئة نضيفة أول شي فرص عمل لها الشباب بالوضع الاقتصادي الحالي المنهار بلبنان كله وأكيد زحلة مؤثرة فيه ومؤثرة يمكن أكتر مثل ما تفضلتي وحكيتي أنه شو إلى تأثير هالإشي اللي عم بتصير بالجوار علينا نحن ما في شك إلى تأثير لأنه مثل ما تفضلتي القاعد هون بيقول أنا عندي هاجز كيف بدي أطلع على زحلة مع أنه تطلع على زحلة هين كتير 3-4 ساعة بيكون بزحلة وبزحلة ما عنا مشاكل يعني إذا بدك القوى الأمنية والنظامية واللي عم تشتغيل ضابطة الأمور مثل ماليزي هلأ دائما الأخبار بتوصل مضخمة يعني صحيح فيه بجرود عرسية المعالك فيه بالمناطق القريبة منها معالك إنها ما مش مأسرع علينا نحن بس مأسرع اقتصاديا تحديدا والاقتصاد هو يعني معليش صحيح 100% واليوم نحن بزحلة صرنا مش بس باعدنا بلد صغيرة عندها سوق تجاري مثلا بس لا زحلة كبيرة زحلة صار فيها صناعات صناعات كبيرة كيف تحافظ عليهم بظل هذا الوضع الاقتصادي مزبوط بظل الوضع الاقتصادي الحالي البلدية لحالها ما بتقدر تعمل شي نعم إنما نحن بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بدنا نشوف شو منقدر نحن نساعد لأنه الاختصاص منه للبلدية بهالأمر البلدية على أهبة الاستعداد تحتها ونحن ببروغرامنا عندنا مشروع نقدر نحن وغرفة التجارة نقوم فيه تنساعد أكيد في عندك ناس أعمالون كتير منيحة مع كل الحالة الاقتصادية هاللي بيصدر لبرة وهيدا سفا ماشي حالهم كلهم بس في عندك المهن الصغيرة يعني المؤسسات الصغيرة هي هاي الصناعات المهن الصغيرة بتتضرر بشكل مباشر هاي دي اللي بدنا نحط لها الخطة نحن وغرفة التجارة والصناعة والمفروض تدخل الدولة معنا تنقدر نوقفهم على إجرائنا هيا دولة هيا دولة هيا دولة هيا دولة خليتك تقوم بحالة نحن ندبر حالنا بحالنا بزحلة كل عمر ندبر حالنا بحالنا مش بس بزحلة بعتقد هاي المبدرات الفردية معروفة انه كل الناس يعني انتوا عم تطبقوا المركزية اصلا تكون كهرباء 24x24 لنفايات كافية حالكم في حال بعد عنا خمس دقايق نحن من المحور المخصص لليحتكم في حال وصلتوا ووصل غيركم معكم بتمدوا اليد او رح تكونوا على صورة ومثال بعض المجالس الملدية اللي عطلت بعضا وست سنين عم يتفرجوا عبعدهم هيدا ما بندو يزيح لهيدا والله بالعكس ندى نحنا اذا وصلنا ايدنا ممدودة تطولي مع تياروطان حروات اللبنانية الوزير فاتوش الكتائب اللبنانية اكيد يعني بالنهاية مزبوط هدو بمسلو احزاب بمسلو كواه سياسية معينة بزحلة بس على الصعيد الشخصي ما فيش يضدهم نحنا بدنا هالبلدية زحلة يكون كل تركيز على الانماء مثل ما قلتلك قبل ما انا معاركة مسلمات وطنية وقتها الاحزاب متحالفة بزحلة ونازل ضد بعضها بغير مدن بقى بالعكس ايدنا ممدودة لهم ونحنا لو ما ايدنا ممدودة لهم ما مدينا ايدنا وقبلنا انه نتنازل عن 90% من التمثيل باخر 18 سنة ببلدية زحلة للنص مع رئيس بلدية مش محصوب علينا بس توافقة بين كل الفركاء بقى بالعكس الايد ممدودة للكل والهدف هو انماء زحلة هدفنا بس انماء زحلة وحبين انه هالمعركة الانتخابية تضل على صعيد انماء متما قلتلك ما في لزوم هالزعمة سياسية يطلعوا من بيروت لحتى يصالقون بزحلة يعني اذا بليك تسألين لاحة الاحزاب اذا وصلت كلها هيدا القتلين همه اذا وصلت كلها لانه بعد ما صارت الانتخابات وخلافاتهم طلعت على العنن وين خلافاتهم يا عامر رح يععلنوا لاحة بعض الظهور ولاحة مكتملة وين خلافاتهم ببعض المناطق تركوا الامر للعائلات وين خلافاتهم ببعض المناطق مطرح ما قالوا انه نحن ما منتوافق بس ما منخانق بعضنا وكل واحد يمشي بخياراته هيدا الديمقراطية او بدكن يصير المناطق المسيحية على قاعدة غير المحلات التانية محادل والاقليات او الرأي الاخر لا يصل وين يعني صراحة انا ادم للنكاب لا لا ابدا بالعكش انتلك الاحزاب اخواتنا وين هالقدة في خلافات اي فضل لا لا ابدا بس الخلاف معهم صار على انه عملية انمائية محت يعني بدنا يكون فيه على القليل لعشر اعضاء ايد وحدة بهالبلدية لانه نحن مرهنين على خلافات راح تصير وقت عم بلك الخلافة عم تقولي لي وين هالخلافات الخلافات صارت علنة يعني على السوشال ميديا وما كان بالمعارك الانتخابية بتصير بقرب العائل الوحدة بتصير بالإعادة الشعبية ما بتصير على مستوى الوزير ماروني والنيب سليم عون الوزير ماروني بيقل له انه ما بيشرفنا انك تلفز كلمة كتيب يعني انكتبت يعني ما مكتوبة لانه بشو بيخوف للاخر هلو يخيفكن تحالف التيار وطن الحر والقوات اللبنانية اللي بمثله اكترية مسيحية بخيف بيخوفكن ما في شي بريحنا قد هالتحالف ما في شي ابدا ومشناك مدينا ايدنا لهالتحالف زحلي دفع الدم كتير صح من وراء الصراعات المسيحية المسيحية ما في شي مريحنا قد هالتحالف بس زحلي الى خصوصية نحنا كمان موجودين على الارض ومدينا ايدنا قلهم حبينا نكون كلنا نجسد هالاتفاء المسيحي وهالمصالح المسيحية انما اردوها معركة وقت عم بيفرضوا علينا رئيس وقت عم بيقولولنا انتو حجم يكون باب يستاهل اكتر من خمسة لانه بينما ما فيش يتغير باخر عشرين سنة غير انو الراحل ليس بيكس كيف في فرق الحياة زحلي تجمع ولا تفرق استاذ يوسف يعني معلش بالحرب كمان للحفاظ على زحلي وعهويتها واهل وجود المسيحي فيها الاحزاب دفع الدم اللي هي اليوم كمان كان ممكن تكونوا معا على ذات الطاولة مية بالمية الاحزاب دفع الدم بالحرب واهل زحلي هاللي مش من تميين للأحزاب عددهم أكبر كل اللبنانيين دفعوا دم بس ما حدا بيلغا حدا ولا حدا يزيد ولا ممكن نحن نفكر انو نلغي حدا او هن مش مفروض فيهم كمان يفكروا ويلغوا حدا هادي قصة الالغاء سألتيها عدة مرات فعلا هي سياسيا في غاية للالغاء لاي لانو تحتى ياخدوا هالقرار هاللي موجود بهالمدينة يحطوه عندهم وبتصرفوه فيه حضرتك بتعرفيه نعم وقتل بتوسعي انت نيطائك تقدري تشتغلي أكتر بيصير عندك أوراق بالسياسة تلعبيها أكتر هادي الغاية تابعهم من الالغاء مش الغاء اللي أنا كشخصي أو الغاء لمدام ميريام رئيس الكتلي أو الغاء لجوسان أو جوسان أو لحيال لحدا لا هادي الغاء على صعيد سياسة تقدروا يستعملوا وراء الزحلي وقت البدو هادي الشغلة هاللي مش معجبتون لأهل زحلي نهائيا نهائيا منا معجبتون لأهل زحلي يعني وين ما أعدتي بزحلي أنه نحنا مشينا معكم بالألفين وتسعة عطيناكم صواتنا بالألفين وتسعة وصلناكم شو عملتونا هادي السؤال اليوم هادي إشياء بلدية إنمائية صغيرة تركولنا إياها قرارنا نحنا ناخده مع أهلنا اللي موجودين حدنا كل الوقت ما يدخلوا تقيبا على الأشياء اللي حكيها جوسان نحنا وقت اللي فاتوا خرقونا بكذا شخص هالخمس أشخاص اللي عمقلك عنهم أكيد اشتغلنا نحنا وياهم وبالدورة التانية تلاتة من أصل الخمسة إجوا معنا بالليحة ضلوا معنا بالليحة هادي يعني تنقلك إنه نحنا ما عنا حزازات مع حدا وبالآخر دورة وقت اللي جينا هلأ الألفين وعشرة خرقونا اتنين لمهندس أسعد زغايب ومدام مها الأصوف مدام مها الأصوف كل يوم كل جلسة بتكون موجودة فيها المشاريع اللي اشتغلتها لا تحصى واشتغلت كتير منها وكننا على تعاون دائم نحنا وياها هلأ لسوق الحز المهندس أسعد هي بالليحة التانية نعم بالليحة التانية هلأ هي أخته للنائب جوزيف صعب المعلوف نائب القوات هلأ اجيت واشتغلت واشتغلنا ايدنا بيضة معنا مشكلة بس لسوق الحز المهندس أسعد الزغائب لمهندس أسعد الزغائب ما ايشها ولا يوم على البلدية يعني كيف بدي أقلك هالسئة اللي حطوها في هلنخبين لائحة الأحزاب تخيفكن أكتر من لائحة الوزير فتوش نحنا أنجق مبعف قدية بعد عنا وقت صراحة أبدا وبالليك الصراحة المعنوية عالية ولا لاحم خوفتنا بس الخلاف مع لاحة الوزير فتوش يعني عنا كل الاحترام لشخص الوزير نقول لفتوش اللي هو مرجع قانوني كبير على صعيد لبنان ولكن خلافنا جزره بالرؤية يعني نحنا بنعرف أنه من أولويات البلدية بده يكون موضوع البيئة ونحنا بنعرف أنه أخوان فتوش عمطتوش عن عمل الأسمنت والكسرات والمرامل يعني ما في شي غلط بصير بيعملنا أولوية عندهم جهتنا بالمحور الثاني هنا لائحة زحلة تصحق من لائحة المدعومة من الوزير فتوش نشوف إذا عندهم خطة بيئية لزحلة زحلة يعني عروس البقاع يلي كلنا منحبها ومنفتخر فيها لها المدينة بدنا نختم بكلمة أخيرة من قبل حضرتك ومن قبل حضرتك جوسال قبل ما ناخد بريك وننتقل لضيوفنا الثانين بكلمة أخيرة قبل الانتخابات بكم يوم بكلمة أخيرة بدي أتواجه فيها لأهلنا بزحلة اللي بدي أقوله نيا لأهلنا بزحلة نحن أنه اليوم قد أتبين على انتخابات فيها ثلاث لوائح هالثلاث لوائح بدكن تنقوا وتختاروا حضرتكم بياناتهم مين الأفضل لإلكم بدكن تختاروا الليحة هاللي ما بتقدم مصالحها الخاصة والمادية على مصلحة البلد إن كانت بالبيئة أو بالصحة بدكن تختاروا الليحة هاللي ما ممكن يصير من وراها التعطير بالمجلس البلدي في حال إن شاء الله ما بتصير في حال صار فيه مناكفات سياسية بين الأحزاب بين بعضها اختاروا الليحة هاللي هي حتكون ولا 18 سنة حتكون وبتمثلكم متل ما غيروا كمان بمثلكم بس نحن حتكون عطول شكرا لك أستاذ يوسف سكاف وجوستان بكلمتين بالآخر والله سقتنا كبيرة بأهل زحلة مثل ما عطوا سقة لقرص ديس باك سكاف بآخر عشرين سنة ببلدية زحلة أنا مأكد رح يرجعوا يعطونا السقة رح يلوم أنه السبب لحتى ما بقوا يعطونا سقة أنا كل شي بدي أقول لهم لأهلنا بزحلة صوتوا للليحة لقرارة بزحلة لخلافات عم تنحل بزحلة مثل ما قلت كلنا زحالة والقرارة عم يطلع من زحلة مش عم يجي حدا من بره من الزعمة حتى يصلحنا شكرا لك جوستان معلوف وأستاذ كمان يوسف سكاف أنا بشكركم يعني نحن نخلص أول محور من حلقتنا مشاهدين طبعا مع لائحة زحلة الأمين المدعومة من الكتلة الشعبية بحضور رئيس اللائحة وأحد أعضاء اللائحة ونشوفهم طبعا الأحد بالانتخابات إن شاء الله موفقين برأيكم ننتقل لضيوفنا التانين من لائحة زحلة تستحق المدعومة من النائب أولى فاتوش منتبع حلقتنا مشاهدين بمحورة التانية مع اللائحة التانية اللي تخوض معركة الانتخابات البلدية بزحلة تستحق مع عضوين من أعضاء هذه اللائحة الأستاذ كمان خراط أهلا وسهلا فيك والزميل جوني أبو عباد أهلا وسهلا فيك أهلا فيها الله أذكر أنه لائحة انماء زحلة التي يترقس الأستاذ أسعد زغيب والمدعومة من التيار الوطن الحر والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية اعتذر الأستاذ أسعد عنه وعن أعضاء اللائحة عن المشاركة لأنه اليوم ساعة 6 مساء سيعلن لائحته رسميا بزحلة أستاذ كمال هل معركة زحلة بدأ ثلاث لوائح تخوض الانتخابات البلدية أكيد لا كنا نتمنى نحن يكون فيه توافق منعا لها الأشياء اللي صارت بس وقت اللي القضايا وصدت لها المرحلة صبح كل فريق عنده أشخاصه وعنده معطياته وعنده أموره بيقدر يشتغل فيها إنمائيا لمصلحة المدينة شو اللي منع التوافق بينكم وبين الكتلة الشعبية من جهة وبينكم وبين الأحزاب المسيحية الأخرى من جهة تانية ما ندعو بيت فتوش للموضوع هيدا ما نجيب ذكر إلهم مع أنه طيار الوطن الحر كان من العاملين على إشراك الفتوش إيه بس ما نطلب منهم وقت اللي لقوا حالهم إنه وهم عطاء قوي وخدمة كل المدينة وكل أفراد المدينة دعونا وشكلوا لايحتهم اللي هي كلها لايحة إنمائية فنية هندسية حقوقية وعلى أساس بيشعروا بخدمة المدينة على هالأساس هيدا عم تقصد عن لايحتكم نعم ولكن إذا لايحة إنمائية هندسية وحقوقية فيما أخذ كتير جونيا على آل فتوش واللي قالوا كمان يعني المنافسين لألكم عن موضوع البيئة نعم تحديدا يعني كيف سيقنع أو ستقنع لإحدكم إنه زحلة تستحق بوقت اللي بيئيا في كتير بصمات يعني طبعا من آل فتوش بزحلة تسيق لزحلة حضرتك ذكرت عن البصمات السيقة من آل فتوش هنحكي بالبيئة أكيد رح نحكي بالبيئة وأنا هون بدي أشير لنقطة كتير أساسية ومهمة أنه بيتفتوش بما يملكون من أشغال ومؤسسات وقدرة على العيش في أي مكان في العالم منشوف بيتفتوش بأخر النهار يسكنون في زحلة هنة وعائلاتهم وولادهم وإلى آخره والجواب البديهي أو الجد بديهي اللي بدي أحكي عنها الموضوع بالتحديد ويالي بمكان ما بالنسبة للزحليين صار خلف صار وراء ظهرهم يعني صاروا عارفين حقيقة أنه ما أثير عن معمل الأسمنت والآخره كانت تلتنون كما بيقولوا زوبعة بفنجين مجرد إشاعات مجرد فيلم سينمائي جربي تركب للإساءة لأهل اللي بيتفتوش وهذه العائلة اللي كتير مؤخرة راحل الياسس كيف بنفسه تحرك على الأرض وقال لك أنصار المشروع أمر واقع بس أمل بدي أرجع هذا يدخل في إطار السياسي أكتر مما هو في إطار البيئة والحفاظ على البيئة وإلى آخره وكنت ذكرت هذه النقطة لحتى أقول أنه آلفة توش لا يمكن أن يكونوا سكنين بمدينة هنة عمبي لو صجوة يعني هذه مجرد إضافة أكيد في العديد من الوثائق وإلى آخره هي اللي تثبت أنه أبدا هذا الشيء كله مختلق أول على آخر وفي كتير دراسات طالعة من شركة بوليس يوسيا اللي هي من أهم الشركات العالمية والتي تتعاطى الأمور البيئية والدراسات اللي هي بتتوافق أو ترفض إقامة أي مشروع على صناعي على أي أرض صناعية في حال كان لا يستوفي الشروط المطلوبة بس أستاذ كاماليوم أنتو كيف ممكن تقنعوا أهل زحلة بالإنقصامات الموجودة بوجه تاريخ كبير لآل سكاف بوجه تفاهم مسيحي كل المسيحيين كانوا ناطرين وتحديدا بين القوات والتيار الوطني الحر كيف اليوم قادرين تقنعون وتعملوا خرق؟ نحن في الأعمال اللي بتنعمل في بيت فتوش الخدمات اللي عم بيأدموها للمواطنين بزحلة لا تحصى ولا تعد خدمات مثل شو يعني هي واش بيتهم كنواب أنه يكونوا بخدمة المواطن بس مش أنه خدمات مقابل أنه تتجير الأصوات على مختلفات الصعود ما فيش قضية بتصير ساكنة أمنية أو قضائية أو إنمائية أو شو منها مختلف الصعود إلا التدخل موجود من بيت فتوش تدخل موجود من بيت فتوش وعلى كل الصعود باكدك على كل الصعود هذا الشي اللي عم بيصير وعلى أساس البيئة تعقيبا على الكلمة هاي المعمل موجود آه يمكن معمل ويسكي فيه ينشيلوا معدات ويحطوا معدات معمل تعبئة أقل شيئي 16-17 ألف متر أنا كنت رئيس مساحة وبعرفها هاي الأضايا والمنطقة الصناعية بالمرسوم 407 سنة الـ 71 مصنى في منطقة صناعية لهالأسباب بيقدر يعمل البدوية مصنع فئة أولى بس كسطرات اللي بده 100 ألف متر و200 ألف متر معقولي تنوجد بمساحة 15 ألف متر إذا بكتفاوتي كاميونيت 3-4 كاميونيت سكرت الهيئة كلا سوا والتندا لهالموضوع هيدا زدتوا وراء ظهرهم بيتفتوش وتجاوبا مع بعض الأشخاص اللي ما بي نصف صغيري عندهم تطلعات أكتر وتجاوبا مع مطلين المدينة الأربعة بمطلين سيد النجا زدتوا وراء ظهرهم ووفقوا على الإلغاء وكأن شيئا لم يكن فإذا اليوم البرنامج تبعكم شو أنتو بتكون تحملوا لأهل زحلة إن بيئيا معيشيا اقتصاديا أمنيا بيئيا صح أنا كزحلة إذا بيجي بحسب من سنة 1998 لتاريخ اليوم نحن عم نحكي سنة 2016 يعني بـ 18 سنة زحلة يلي منسميها كلنا عروس البقاع زحلة يلي بتتميز بالطقس الجميل بالمناخ الحلو بالسياحية منطق سياحية بإمتياز نعم منلاحظ أنه هالـ 18 سنة تدنى تدنى مستوى الخدمات بزحلة ونوعية الطرقات والإنماء والأعمار وإلى آخره حتى سياحيا تراجعت كثيرا إلى الوراء فنحن حملين واجع هؤلاء الناس وعم نفكر يعني لما حطينا برنامجنا الانتخابة حطينا على هيد الأساس يعني جينا تطلعنا شفنا المدينة بحاجة للعمل على كفة الصعد إن لناحية البناء التحتية الموجودة بزحلة ويلي صارت نوعا ما مهترئة ويلي هي هيدا مسؤولية البلديات ولم تتعاطى البلديات التي مرت على زحلة من 18 سنة إلى اليوم مع أي من هيدا الملفات الحياتية يلي بتأثر يوميا على حياة الناس من ناحية مثل ما كنت عم بذكر من ناحية البناء التحتية من ناحية السياحة في زحلة من ناحية البيئة النظيفة في زحلة بس السياحة هو وضع عام بالبلد يعني كل المرافق السياحية متأثرة بالبلد نظراً للأوضاع بالقائمة كانت بلبنان أو بالمحيط صح ولكن ليس قد ما زحلة متأثرة بهذه الأمور يعني زحلة عندكم شي بالأرقام بالأحصاءات مش قص هلا نحنا بزحلة وعيشين بزحلة وعم نشوف يعني لاحظنا نسبة السياح التي تدنت بشكل مخيف مش بس حتى مهرجنات زحلة اللي كانوا يقصدوها من وين ما كان بلبنان منلاحظ أنه في غياب كل للمهرجنات هيدا الحركة الصحية يعني مفروض تكون موجودة بزحلة عم نفتقدها كتير هيدا الأيام وهيدا تبقى الحرقة بقلبنا أنه لازم نرجع نعيد لزحلة مجد تراجع لحتى ما أقول فأدته طب أستاذ كامال تفضل عندك شي بعدين نحنا لاش ما بيستش في تنسيق مع بعلبك اللي هي الألعة الأسرية التاريخية أنه الظوار بتكون ببعلبك وترجع بتجي عزحل ما في تنسيق بين مين ومين يعني بلديات أصدق بين بلديات زحلة وبلديات بعلبك هذا الشيء هذا بينمي السياح لأنه ويخلصوا من بعلبك وبيرجعوا بيجوا على ويدي زحري اللي هي مشهورة بمطاعمة بس للأسف نهر البردوني لحد دلقنيين صارنا سنين منصريخ الماء المالح اللي بتطع من أعريم ومنحذرتها كلها عم تصب بنهر البردوني عم تجوين للنهر ومنصريخ ولحد دلق بعد نعم نصريخ مين مسؤول عن هيدا الشيء؟ أكيد البلديات مين مسؤول عنها بلدية مسؤولة عنها بعدين من لسبيل التخطيطات صدر مرسوم 407 تاريخ 18 71 تخطيط تنظيم إلى زحل ما تنفذ منه إلا 5% بعدها الزوريب دايقة بعدها فيه أراني يمني بس هي مش مسؤولية بلدية بدك أرار سياسة وبدك حكومة وبدك إنماء متوازن ومنحنا بنعرف بحقبات كتير في كتير مناطق تعاقبت بسبب سياسات معينة مش بس زحلة كسروين أكبر شاهد على قديش منعت وحرمت من الإنماء ما إلا خاصة يعني وين هوني مسؤولية النواب طبعا يلي مثلا النائب نقول لا فاتوش مع احترامنا لقله هو كلمته مسموعة بالبرلمون ستنادى هاي شغل بلدي مرسوم 407 تخطيط تنظيم بس فيه النواب المنطقة يدعمه يعني مثلا ومعروف حيسيته وقربه من علاقاته من الزعماء السياسيين أنا كبلدية ستنادى أنا القرارات بخداء وبدي نفز تخطيطات برسوم صار عمره أرميد سنة من سنة الـ 71 نفز منه 5% لحد دل بعد بمرء بزورة بدايقة وفيه اشيات اخطيطات باتنعمل بعدين فيه اشيات اعتداءات عم تصير على الأمليكة العامة بين عم بيقوم بهاي الاعتداءات على الأمليكة العامة هلأ المواطن المواطن بيعتدى على الأمليكة العامة بس بدي أردع أنا بدي وسيلة ردع لهالأسباب بدي أردع وكل البنية تطلع بدون ما يكون ألا سقف أرميد وهذا الشي الجمال اللي بيعطيها لزحلي وهذا الشي اللي مفروض يكون من البلدية هي اللي تفرضوا على كل المواطن هذا الشي اللي مطلوب يعني بس بتحسي انك بعدك بتفوتي على زحلي فيه طرقات بعدها مش منفزة وهي دي خاض على المرسوم 407 سنة 70 يعني عم نحكي من 3-40 سنة مثلا على كل اللي يشتغلوا اشتغلوا ولا يعطيهم العافل اللي كانوا موجودين بس فيه عنا اشي مستقبلية بدنا نعملها مثلا تسأل يا ميسي جوني عن اشي هاي كله سوي نحن عنا عنا عدة قضايا عنا مثلا مصدخ بعدك لحد دل اني بتمرقي بتلاقي فيه ناس عم تتبح على الطرقات هيدا شي بيجوز بيكون ما يكونش عنا مصدخ حديث عنا مكتبات مفروض تكون أحدث مكتبات زحلي مدينة العلم والنور والواحد مفروض يكون فيها أحدث مكتبات مضطورة لحد دل اني بعد فيه ناقص كمان فيها فيه عندنا اشي كتيري كمان بعدين قلنا أرض من 40 سنة 30 سنة وأنا كنت رئيس مساحة وبعدها لحد دل اني مجمدي شو هي هاي الأرض أرض أرد أردي اكسارة نعم تقريبا شي 60 دولوم 70 دولوم لاش ما بنعمل المدينة جمعية بعده أبن زحلي بيتعذب بيروح من هاي لبيروت هاي المدينة جمعية بتقدر هاي دي سلطة بلدية أو أرار دولة أو أرار حكومة لا البلدية اللي بتطالب وهاي الأرض الدولة اللبنانية ما بديك الطالب كمان ما بديك الطالب أبناء نوان ما بدي يروح ولادنا أنا عندي ولاد تعلموا كله ببيروت هاي شو بيتعلموا بزح لا يحط حط كل شي بس ليش يعني ما علي السؤال بترح نفسه أصلا عم تجي أسئلة كمان يعني أنه معلي النائب فاتوش مش أول دورة بيكون نائب وكان وزير مسؤوليته من كل هيدول يا وين وهو مقرب من القيادات السياسية اللي بتقدر تاخذ الأرار وتنفذ أو هل لأنه بالانتخابات يستعمل هيدا البرنامج وبيبقى حبر عورقه معيك حق بالفكرة لطرحتها بوجهة النظر بس اللي بدي أقوله أنا لطالما النائب فاتوش لطالما فاز وبامتياز بالانتخابات النيابية ولكن مثل ما نشوف بآخر دورة كان هو يعني مفروض يرأس لائحة زحلة بالقلب واللي تضم سبع نواب بمثله قضاء زحلة إذا بدنا نعتبر وأزل أين النائب فاتوش لوحده بالنهاية بالبرلمان هو الذي يمثل زحلة ومرجعيته زحلة يعني مع كل احترامة مثل ما دايما منقول الوجود الأحزاب هي أمر ضروري وصحي ولكن لما بتكون النائب مرجعيته خارج منطقته ما بيعود عنده حرية الحركة وحرية المطالبة ومطالب مزمنة نعم ومطالب مزمنة وعنده الإدراء ما تقل لي ما عنده الإدراء يعني وقتا كان بده يطالب بحق وتعويضات ما حدا قدر يقف في وجه صحيح ولكن لطالما رفع الصوت بكل الأمور الحياتية والمطلبية يلي تستحق زحلة وعمل طالب فيها لطالما رفع صوته ولكن ليس هناك من يجيب كما أنه دايما النايب بتكون حجته أقوى لما بيكون فيه التفاف خلني أقول التفاف بلدي حوله يعني لما تكون بلدية قوية قادرة تفرض وتشتغل على الأرض كمان بتكون النايب يعني فيه عنده هلقد دعم سبورت قوي خلفه قادر يطالب ويحصل الأكثر لمنطقته ولا مرة تسنت هيدا الفرصة لأن فتوش للمطالبة يعني يوم برأيك أستاذ كمال إذا أنتم كتب لكم أنكم توصلوا أنتم كليحة يمكن كاملة أو تخرقوا هيك قادرين توحدوا البرامج وتشتغلوا لمصلحة زحلة أول طلب طلبه رئيس الليحة أستاذ موسى فتوش اللي ما عندوش تفرغ لتكفيف الاجتماعات البلدية اللي بحاجي إلى مدينة زحلة يمكن كلياوم ندعيكم على اجتمعها اللي مش قادر من هلأ يقول واللي قادر يعطي يمكن كلياوم مش كل شهر أو كل جمعة نعمل اجتمعها كل يوم بدنا نعمل اجتمعها لأنه المدينة بحاجي لكل ساعة وقت ينشغل لمطحطها هيدا أول شرط طلبه من كل الفريق وخصوصا الفريق فريق عمل فني أنه هيدا الأرض اللي عم تحكي عنا أصلا الراحل الياس كاف هو اللي مقدمة لا لا صارت باسم أنا رئيس مسيحة بس هو اللي مقدمة في شراء فيها ما فيش تقدم هو اللي مقدمة للدولة لإقامة شو اسمه مجمع جامعي في شراء فيها ووجودة ولحد هلأني نتعمر فيها بس مركز الشؤون الاجتماعية وبعدها وقفة هيدا يعني من الكتلة الشعبية عم بيجينا مش رايكون في تجنة من كتلة الأرض مقدمة الياس كاف ومعروفة عائلة سكاف آخر شي صار يبيع عقاراته طي يقدر يكمل يساعد زحلة لأنه معروف قدميته ونظافة كفه بس دولة اللبنانية بس مين مقدمة هو يعني يعني أهل زحلة يعني كمنا ما فيش بيمنع أنه يكون في مشاركة بين أهل زحلة للعطاء أكتر لهالمدينة ممكن سجل مداخلي بهذه النقطة بالتحديد بدي سلم جدلا أنه فعلا أناقب سكاف هو يلي قدم وهيدا وقع مش معقول الكتلة الشعبية تتبلغ أنا ما عم بجي بنكر ما قلته الكتلة الشعبية بس أنا بدي أقوله طالما هو مقدمة الأرض هي تعود ملكيتها إلى بلدية زحلة من عام 1959 وبدي سلم جدلا مثل ما قلت أنه النائب سكاف هو يلي مقدمة لبلدية زحلة ولكن بخلال 18 سنة يعني عم برجع بحكي أنا من سنة 1998 نحن اليوم سنة 2016 ب16 سنة البلديات المتعاقبة ثلاثة بلديات تابعة للكتلة الشعبية نعرف أنه هي مجلس وزراء الذي يقرر إنشاء منشاءات جامعية تابعة لجمع اللبنانية ولكن يجب على البلدية أنتوا بادروا أنتوا طالب ما رح يجي مجلس الوزراء منه لحاله يعني أنتوا كيف رح تضغطوا يطلع خدم البلدية قبل أجت طالبت ولكن شفنا كيف في الانتخابات النيابية كان يعني عوقب الياس سكاف بوجه الويصاية وغير الويصاية وما بعد الويصاية ويعني تيارات أخرى سياسية محلية كيف ممكن تشكله وراء الضغط إذا وصلته تمجلس الوزراء يأخذ هالقرار يرصد تمويل يعمل مدينة جامعية للجامعة اللبنانية مثل ما موجود بالحدد على أرض الدم وقالس كاف هو مثل ما بقوله لا يموت حق ورا مطالب سنبقى مطالب إلى حين إنشاء هذه المدينة الجامعية يعني مثل ما أصبع قال أستاذ كمال هي حاجة ميسة لأبناء زحلة والجوار لحتى تخفف عليهم أعبئة الانتقال إلى بيروت وتكاليف التعليمية اللي ممكن يتكبدوها نتيجة انتقالهم من منطق لمنطق لتحصيل دراستهم الجامعية لكنت عم بقوله أنا طالما وبرجع بشير لنقطة طالما الراحل اليس كاف هو اللي قدم الأرض وكانت البلديات لمدى 18 سنة وهي ملكيتها لجوزيف سكاف وقدمها اليس سكاف وهي نطرين قرار مجلس الوزراء طيب بس شو عملت البلدية حيال هذا الموضوع البلديات المتعاقبة من 1998 للـ 2016 ما قتت بولا أي حر على القليلة على القليلة لو سعيه وما طلع بإيده ما طلع بإيده أن ينفذوا هذا المشروع على القليلة كان يطلعوا الرأي العام أنه نحن عم نعمل عم نتقدم بمشاريع X و Y و Z ولكن نجابه دايما من قبل السلطات المعنية إن كان مجلس الوزراء عندك قبل أساس كمان أنه تقدروا تشكلوا ضغط ما لأنه بنعرف في لبنان ما نتخبى يعني وراء إصبعنا في ياريت في توازن بالإنماء بس ما في توازن بالإنماء وفي مناطق في أولويات لمناطق يمكن في أشياء مش عايزتها بس لأنها محسوبة على تيارات معينة ودايما الحلقة الأضعف عم بتكون للأسف في المناطق المسيحية الانطلاق أهلني اللي عم يطلق فيها الرئيس موسى خططه وبدنا ننفذ وخلي يا الزحالي تجربنا بالفترة اللي بدنا نكون موجودين فيها حاسبونا يا زحلي على هالبرنامج إذا قدرنا نجحنا فيه نجحنا ما نجحنا الدورة التالية ما بدك تكوني موجودة لحتى تقدر تجرب مش عم نحلم يا ما في أحلم بيقدر يحقق الإنسان خلي يكون في مجال لغاير مرت مثلا البلديات هي زيتها مكررة خمسة عشر وعشرين سنة وعشرين متلاق تجدد حلو فيها أضايا البلديات في دم جديد بضيعت في أفكار جديدة في معطيات جديدة لهذه الأسباب في طموح رهيب عند الرئيس موسى وفريق العمل أنه تنعمل زحلي الفضلة بمختلف إطاعاته بمختلف أحياء لأنه في أحياء جوار زحلي كارك المعلقة وهلأ نضم التعنيل كلها بدي شغل هاي مش لازم تنهمل هاي كلها اسمها زحلي الكبرى مفروض تنطلع فيها كلنا سوا لحد دلق نية في إهمال وفي ناس عم الطالب وموجوعة وبتقول وينة وينة البلدية لهذه الأسباب نحنا بناء لطلب وتوجيهات الرئيس موسى بدنا نمد إيدنا للكل كفريق عمل ولكن الأشخاص دون أي تفرق لا بحي ولا بغير حي جوني تاب إذا إذا اليوم يعني مع الكتلة الشعبية تعذر التوافق وفي كتير أسباب بالسياسة وغير السياسة ليش مع الأحزاب يلي ممكن تكون صلة الوصل كانت من خلال سيار الوطن الحر تعذر هذا الأمر صح هو المأخذ يلي كان بالأساس ويلي هو وصلنا بالنهاية لحتى أن نخود المعركة الانتخابية بثلاث لوائح بداية الكتلة الشعبية هي اللي كانت عم تشكل اللوائح لمدى 18 عام وهي عم تاخد البلدية من هون بعقب عشي كمان بدأ أفتح مثل ما بقوله هلالين على موضوع أنه تداول السلطة كمان كتير صح ومفيد يعني طالما كانت هذه اللوائح دائما مدعومة من الكتلة الشعبية يعني اختبرنا كيفية عمل الكتلة الشعبية في العمل البلدي على مدى 18 عام لأنه 18 عام هي تعتبر فترة طويلة جدا يعني شفنا أنه ما قدمت هالشي اللي بيحرز مثل ما بقوله للإنماء بزحلة كيف ما شفنا يعني ما شفنا أعمال على الأرض إن كان بالإنماء إن كان بال عندك كهرباء 24 ع 24 عندك معالجة نفايات وين ولو بلدية ما إلا دور وهلأ في حدا مش من الكتلة الشعبية من المشاهدين ما بعرف من أي منطقة هو عم بيقلك إنه في أحصاءات بتأكد ارتفاع السياحة بزحلة بسبب الكهرباء الدايمة والنظافة والمعالم السياحية صح في كل المقاومات اللي بتساعدنا نعمل السياحة ومثل ما عم بيقول المشاهد هلأ إنه في عنا المقاومات ولكن نحن نضيف إلى هذه المقاومات بعض الأمور اللي ممكن تساعد إلى تحسين السياحة في منطقة زحلة وبرجع لنقطة الـ 18 عام اللي تولت الكتلة الشعبية البلدية في زحلة يعني وبآخر انتخابات بالانتخابات الحالية انفصلوا مثل ما بيقولوا باركسار المهندس أسعد زغاب في لائحة مختلفة والكتلة الشعبية في شكلت لائحة أخرى ولكن اختبرناهن سوا بالعمل البلدي مع بعضهم يعني مع بعضهم ما قدموا إضافة مشهود لا لا خليني يقول بالنسبة للإنماء في زحلة ليش ممنعت فرصة لبلدية جديدة مدعومة من ألف التوش فيها طاقات مثل ما سبقوا ذكرنا أنه فيها طاقات كتير كبيرة شو هي هاي فيها اختصاصات عديدة عذرا يعني بس اسمح لي كون كتير صريحة في كتير لا ثقة بما يمكن عذرا على هذا السؤال ولكن بما يمكن أن تقدموا اللائحة في ظل ما شهدناه بالمرحلة سيبقى من إشكلات ومخالفات ومشاكل على خلفية أكام معمل أكام كسارات يعني معلش أكام تجاوزات بالقانون نعم بهذا الموضوع بالتحديد برجع بقليك كلنا بنعرف وهون مع احترام لكل الأعلام بس ممكن في مرات هاي دا لعبة الأعلام التي قد تصور أمور منا صحيحة أعليمي مقالك حق تتجنع على الأعلام لأنه أنا معم بحكي في وقائع بتفرض حالة أكيد في وقائع بتفرض حالة أنا اللي عم بقوله أنه لم نختبر الفتوش ولا يوم بالإنماء من ناحية بس اختبرهم بالكسارات لخصهم المعامل فردون ستنضع الكسارات اللي شايفتين 21 كسارة مش لبيت فتوش اللي بتشوفين ظهر البيضاء كسارة بيت فتوش اللي مرخصها اللي بيمرقوب وشوفوا الكسارات مش لبيت فتوش هاو أبدا الكسارات بيت فتوش مخفية بقلب الجبل وبعدين المعمل ما المعمل زدتوها وراء ظهر وخلص أخذوا قرار 4 مطار مية بس بأي نور ما عم بيشتق ينشغل بالكسارة بالنسبة للموضوع الكسارات بس بهم نشير لنقطة كتير أساسية وياللي برجع بقول ممكن تتضخم الأمور لدرجة قد تبتعد كتير عن الواقع بلبنان بلبنان في عنا 1200 كسارة نعم 1200 كسارة بتفتوش عندهم كسارة من 1200 كسارة واحدة من 1200 وهي من الكسارات القلائل المرخص لقلهم وياللي تستوفي الشروط البقية وإلى آخرها اللي بيعرف أنا فيه بحدود العشرين كسارة عشرين كسارة من 1200 كسارة مرخصين يعني عم تحكي واحد ونص بالمية تقريبا مرخصين والباقي كله على هواء فليش الإضاءة على كسارة الفتوش بالتحديد من هون السؤال اللي بيخليني يفكر مرتين أنه معناه تباركي فيه فمت مؤامرة سياسية للإساءة إلى صورة الفتوش في زحلة لأنه ما حققوه باتفتوش من خلال من أول ما دخلوا إلى العمل في الشأن العام لتاريخ اليوم كان تقدم جدا جدا ملحوظ من ناحية من ناحية تانية طالما كسارة تستوفق الشروط البقية وهي ليست على مرأة من العين نحن دائما منقول أنه الكسارة تشوه جمال الطبيعة وإلى آخره كسارة تستطيع تشوفها عن كثب بل أن تطلع بالهليكوبتر فيها لأنه مش ممكن الإطلاع على هكذا كسارة إلا من رؤية من فوق فيالي منشوفها على طريق دهر البيضر ويالي أنا يمكن للتاريخ القريب كنت قول أنه هيدك كسارة بتفتوش طلعت بالأخر أكثر ما نفوت بالوقت اللي بقيلنا طب يظل هيدا الواقع أنتوا عم بتقولوا أنه شو بتكن تعاملوا ومعليش غيركم عامل إنجازات بغض النظر أنتوا بتكن شفوها أو لأ وبعد في مواطنين عم بيبعتوا أنه مش بس عملوا كمان البارك البلدي عملوا أجمل زينة لبنان المطمر الصحي إنارة البولفار يعني ممكن هيتو حدا بيعرف زحلة أو ابن زحلة أنه ما فيكن تزموا هالقد وتعتبروا اللائحة الأخرى أو الكتلة الشعبية أو آلسكاف تحديدا ما قلهم يعني فيه لهم تاريخ ما قلاش ما فيه يعني مثل ما فيه لكل اللبنانيين وكل الزعمات والعيال تاريخ قديش أستاذ كمال بالبرنامج تابعكم بتعتبر بوجود لائحة كاملة من الكتلة الشعبية لائحة كاملة مدومة من الأحساب أنتو عندكن حظ بالوصول هلأ نحن كلهم إخواننا نحن كلها منافسة ديمقراطية بتخلص الانتخابات من هن بتحنوا بعضكم من هن بعضنا كلنا أهل ما فيش حدا غريب وما بتتعاونوا مع بعض نحن يمكن غيرنا منافسة سيئاتية نحن منافسة إنمائية نيبتعصد لا يكون اللي يحتعن التانيين وش بعض لا يحتعن مش تغلو سياسة نحن مأخوض فريق عمل فني بلدي صرف ما في تعاطب السياسي إطلاقا مدينتنا بدنا نعملها مدينة فضة تشمل كل الأطراف وكل الأطراف تبع المدينة يكون في تكامل بالعمل الإنمائي فقط ما حدا مننا لحي تعاطب سياسي أبدا والفريق اللي بيربح نحن نطع من هنية وبالنسبة لللي قديم قابل نحن من هنية وكله سواء نحن نعرف ومن الزحاني ومنفهم في أشياء نعمل بس في أشياء بده جهد وبده تعب لتنعمل في أشياء بده جهد لتنعمل وهذا البرنامج اللي محطوط قدامنا نحن مش أحلام يا ما في أحلام تتنفذ بدنا ننفذها مثل ما قالتلك ستنادى بدنا ننفذها وعلى الزحاني تحسبنا بعد ست سنين كنا في تتنفذ ولا لا بعدين تسمحيني أنا في جباي بده تنعمل جباي مظبوطة لسندوق البلدية بده ينعمل جباي لتنصرف المصريات خصوصي مش هين الأضايا الإنمائية بزحل أنا بدي وقف كل الصفرات هاي الصفرات اللي هي بيروحوا على هون ولهون ولهون أعضاء بلدية على حساب الزحاني كتير الزحاني عم تنتقدها هاي صريف كله منها بمحلة مش عم تجي ما في نفع من الزيارات اللي عم تصير لبرة الزيارات شو مفهمت على أوروبا على هون مش هينشو زيارات مشاريع يعني زيارات زيارات انه مشاركة في مؤتمرات مشاركة بأمور مثل هاي هاي الزحاني كتير عم تتأمق منها انه هاي دي مصريات عم ندفع ضريبين احنا لحتى نشوف عم تتأمق من كتير المدينة فيها يعني بدي أقوله بموضوع أنا لأمكر أنا لأمكر على الكتلة الشعبية انه قدمت وساهمت وممكن مثل ما سابقوا ذكروا انه ضو زحلة والبارك البلدي أول شي بدي أقول بالنسبة للبارك البلدي الدولة الكندية هي اللي عملت البارك البلدي على نفقتها فهي دي شغلة كتير مهمة وأساسية للتوضيح وللإضاءة على هالموضوع بالتحديد هذا من ناحية من ناحية تانية فيما خاص إنارية زحلة وزينية زحلة والآخرية أنا عم بحكي عن إنجازات للبلدية هذي لا تندرج بإطار الإنجازات تنلاحق باللي بقيل أما ننتقل عند مفتي الجمهورية ليش منحس كأنه معركتكم فقط بواجه الكتلة الشعبية بأنه في ليحة تالتة لا 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 ما كلهم أهلنا بالمعركة الانتخابية عم بحكي يعني براكزين على الكتلة الشعبية نحن كلهم أهلنا وجيران وأهل ما فيه خلافات أبدا عكل حال بكرة منشوف منهنيكم أو منهنيون أو منهني مجلس بلدي مختلط بعتذر خلصت نحن حلقتنا لهون وشكرا لوجودكم بس بدي انطر انتقل لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللاطيب داريان اللي عنده كلمة بمناسبة الإسراء والمعراج شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنع